سأعطيكم أولا نبزة عما حدثه ما نرى الفيديو صوت وصورة حيث تداول عدد كبير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثل الهندي الشهير سلمان خان وهو يقوم بتقليد غريب وظهر فيه المقطع المصور وهو يتجول في أحد الشوارع أثناء تصوير أحد أعماله قبل أن يلتقي أشخاصا يقومون بجلد أنفسهم بواسطة صوت مقابل المال ولم يتردد في أخذ أحد الصياط وضرب نفسه بواسطته تعبيرا عن تفاعله مع أوليك الأشخاص وقال أشعر معكم وأشاطركم الألم وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية جدا على الحسابات التي أعادت نشره على مختلف المواقع والطبقات وعاد الفنان نشره على حسابه على انستجرام محققا أقصى من 3.433.000 مشاهدة وإليكم الآن الفيديو ترجمة نشره حسابات يستطيع ان تردفع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والممثلة المفضلة جيمة ماليني على الرغم من ان سلمان خان كان سفير العلامة التجارية لاحد اشعر انواع الاحذية الا انه قال انه يفضل المشي حافي القدمين في الواقع سلمان يرتدي دائما صوار من حجر الفيروس وولده سليم خان ايضا يرتدي صوار مماثل ويعتبره جالب للحظ سلمان خان يتوجه خصيصا للندن من مومبي من اجل طبق البرياني الذي يعشقه كذلك يحب النجم سلمان خان قيادة العديد من المركات العالمية من السيارات الفخمة وهو مغرم على وجه الخصوص بالبي ام دابليو ومرسيديس بينز وسيارات اللاند كروزر سلمان يحب الطعام الصيني ومطعمه المفضل هو حديقة الصين في مومبي لسلمان خان ايضا حمام بمنزله مكدس بالصابون من كل نوع لاسي اما انه يحب تلك المصنوعة من الفواتحة الطبيعية والمستخلصات النباتية وده صورته وهو صغير صور نادرة دي وانشوف اسرار تانية عنه وعن اخته وزفافها دلوقتي هنا مشاهد من اعماله سلمان خان الاسم الحقيقي له عبد الرشيد سليم سلمان خان الشهير بسلمان خان هو الابن الاكبر لكاتب السيناريو سليم خان جده كان مسلما من افغانستان جاء الى الهند واستقر فيه ولاية مادية براديش انا صورته وهو طفل مع عائلته سلمان لديه اربع اخوات اخوه الممثل ارباس خان والممثل سهيل خان واخواته البنات الفيرا واربيتا الفيرا متزوجة من الممثل والمخرج اطول اقام الممثل الهندي سلمان خان حفل زفاف اسطوري لشقيقته الصغرى اربيتا خان في قصر ملكي بمدينة حيدر اباد وتزوجت اربيتا البالغة من العمر 25 سنة من الممثل الهندي عياش شرمة البالغ من العمر 28 سنة بعد قصة حب قوية انا عياش شرمة مع اربيتا خان شقيقة سلمان خان ان سلمان خان يرتدي الزيل خاص بحفلات الزفاف وهنا حفل زفاف شقيقة سلمان خان هي اربيتا خان انا ريانكا شجيرة ترتدي السيري الهندي في حفل زفاف اربيتا خان وانا سلمان خان يرتدي الزيل خاص بحفلات الزفاف وعمل لها حفل زفاف اسطوري وانا صورة اجمع سلمان خان مع المخرج كبير خان والمنتج والمخرج كاران جهر وانا صورة اجمع سلمان خان مع لعبة التنس الشهيرة سانية مرزا صور جميلة من الفرح كل كان مبسوط وسعيد من العروسين اربيتا خان وبعد انتهاء هذا الحفلة تحدث الجميع عن كعكة الزفاف الاسطوري التي بلغ وزنها اقصر من مية وخمسين كيلو جرام واستقبل سلمان خان عدد كبير من النجوم بوليود في هذا الحفلة ومن ابرزهم الممثل عامر خان وزوجته كيران راو وكاترينا الكايف والمنتج والمخرج كاران جهر وكبير خان بريانكا شوبرا ميني مصور وأمريتا أرورا وغيرهم هذه الاقطات من حفل الزفاف الاسطوري هنا صورة اجمع الممثلة كاترينا كيف والمخرج كبير خان والمنتج والمخرج كاران جهر وعدت من الشخصيات أثناء توجدهم في حفل زفاف أربيتا خان هنا صورة اجمع الممثلة ميني مصور مع العروس الجميلة أربيتا خان قبل بدء حفل الزفاف هنا صورة اجمع بريانكا شوبرا مع عالج من الحاضرين في هذا الحفل هنا صورة اجمع بريانكا شوبرا مع لعبة التنس الشهيرة سانيا ميرزا هنا صورة اجمع خبير التجميل الهندي دانيال باور مع العروس إربيتا خان هنا التقاليد الهندية في الأفراح ده سلمان خان دي ترطة زفاف أسطورية وارتدت أربيتا خلال حفل الزفاف فستان زفاف هندي فخ تحدث عنه جميع الذين حضروا هذا الحفل الأسطورية وبرغم من استقبال النجم الهندي القادير سلمان خان الكثير من التهاني بمناسبة عيد ميلاده إلا أنه لم ينس جمهوره أبدا فقد أكده بأنه يدين له بالفضل فيما وصل إليه في مشواره الفني وحياته ومن ناحية أخرى قام النجم سلمان خان الذي بلغ من العمر 50 سنة ساعتها بأعداد أكبر مائدة من كعكات عيد الميلاد التي وصلت ل400 كعكة بجانب بعضها لتظهر بشكل كعكة واحدة كبيرة من أجل جمهوره ومحبيه للاحتفال معهم بعيد ميلاده وقد شارك الكثير من نجوم بوليود في الاحتفال بعيد ميلاد النجم سلمان خان في عام 50 والذي أقيمه أمام منزله حياته العملية بدأ حياته المهنية ودخوله عام بوليود عام 1988 في فيلم ليوي هاتو أسيسي وكان دوره صغير والفيلم لقى نجاح كبير ثم ثاني فيلم له قام بدوره البطولة وفاز عنه بأفضل ممثل في فيلم فير وهو فيلم من فاير كايا عام 1989 سلمان خان لو أعجبكم الفيديو ريتشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين شكرا لكم شكرا لكم شيئا لكم اشتركوا في القناة وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر